اكد سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس المجلس الأعلى للبيئة أن يوم البيئة الوطني يأتي من ضمن أهم المناسبات في مملكة البحرين والتي تحظى باهتمام ورعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لكافة القضايا البيئية وتغير المناخ والتي تعتبر من أهم مقاومات التنمية المستدامة كما أن دعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه يأتي دائما دافعا لمواصلة تنفيذ كافة الخطط والمبادرات والمشاريع التي ينفذها المجلس الأعلى للبيئة للحفاظ على بيئة حضارية سليمة في مملكتنا الغالية وأكد سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة أن المرسوم السامي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه باستحداث منصب مبعوط خاص لشؤون المناخ لها رؤية ثاقيبة وطموحة من جلالته لنهوض بالعمل المناخي والذي يعد من أهم القضايا المعاصرة وإحدى التحديات البيئية التي تواجه العالم من أجل تخفيف التأثيرات الخطيرة على حياة الإنسان وصحته ودعى سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة بمناسبة الاحتفال بيوم البيئة الوطني والذي يصادف الرابع من فبراير ويأتي تحت شعار نحافظ على المناخ لنحافظ على الأجيال القادمة إلى ضرورة التعاون بين كافة المواطنين والمقيمين بشأن القضايا البيئية والمناخية حيث أن هذا اليوم يعتبر فرصة للتذكير وتدارس أهمية الحفاظ على أهداف التنمية المستدامة وكل المنجزات البيئية التي تحققت للمملكة وأيضا مشاركة دول العالم في الحفاظ على البيئة وتغير المناخ على كوكب الأرض حتى أصبحت مملكة البحرين لها حضور وتمثيل متميز في جميع المحافل المختصة في البيئة وتغير المناخ وعرب سموه الشيخ عبدالله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس المجلس الأعلى للبيئة عن اعتزازه بالجهود التي يقوم بها كافة منتسبي المجلس الأعلى للبيئة في إعداد وتنفيذ الاستراتيجيات والمبادرات والمشاريع البيئية مؤكدا سموه استمرار المجلس في السعي لتعزيز كافة الإنجازات والمكتسبات الوطنية لمملكة البحرين والمكانة والسمعة المرموقة التي وصلت إليها مملكة البحرين على الصعيد الإقليمي والدولي في مجال البيئة والتنمية المستدامة في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه ترجمة نانسي قنقر